اشتركوا في القناة دائما ما تثبت الكلمة الحرة قدرتها على إرساء القواعد النبيلة داخل أروقة المجتمعات الكبرى الصحافة ذلك العلم الذي يتبنى توفير المعلومات الموضوعية للمتلقي المهتم بمعرفة ما يدور حوله من أخبار تخصه ولطالما كان الحلقة الأبرزة وآداتا تستطيع بأحرفها قطع الشك بيقين الأخبار الشفافة التي لا تخرج عن دائرة تعزيز قيم التسامح والتعايش بين الأديان والحضارات والثقافة كافة بالشكل الذي يكفل حماية المجتمعات وصون وحدتها وتماسكها وانطلاقا من الروابط التاريخية الأخوية ووحدة الهدف والمصير المشترك فعننا ندعوكم كأتحاد ومؤسسات صحفية إلى تحمل مسؤولياتكم المهنية والأخلاقية والقومية في ترسيخ الانتماء والولاء الوطني وحماية المجتمعات الخليجية وصون وحدتها وتماسكها وأمنها القومي وهويتها الوطنية والدينية ونشر قيم التسامح والتعايش بين جميع الأديان والحضارات والثقافات ومكافحة التطرف والأرهاب ونبذ أي دعوات للفرقة أو التحريض على الكراهية والطائفية أو العنصرية أو الدينية أو العداوة أو المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة أو سمعتهم ولا يفوتنا في هذا الصدد أن نعرب عن تقديرنا الكامل لوقفتكم الأخوية المشرفة إلى جانب مملكة البحرين وأمنها واستقرارها في مواجهة الأعمال الأرهابية والتدخلات الخارجية وتأكيد تضامننا التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ومبادراته الحكيمة في نصرة القضايا العربية والإسلامية وقيادة التحالف العربي والإسلامي لمحاربة التطرف والأرهاب وترسيخ الشرعية في الجمهورية اليمنية الشقيقة المؤتمر العام السادس لاتحاد الصحافة الخليجية حمل معه العديد من القرارات التي طالت كيانه التنظيمي ليتوجه المشاركون فيه إلى بناء أفكارهم حسب ما تقتضيه المرحلة الآنية والمقبلة منادين وبالإجماع إلى ضرورة الارتقاء بالآداء المهني للمؤسسات الصحفية واحترامها للتشريعات الوطنية والثوابت الخليجية هذا الاتحاد سيكون على عاتق مسؤولية جديدة وهي هو التوحيد الخطاب ووضع استراتيجية لخطاب خليجي لمواجهة أي فكر متطرف أو لأي خطر يهدد منطقة الخليج من ناحية الأفكار ومن ناحية الإعلام المضاد زي ما ذكر صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء يجب أن نتحدث الآن كمجلس أو يجب أن يتحدث مجلس كدولة واحدة رؤية واحدة نظرة واحدة التحديات القادمة يجب أن لا نرفع سقف التوقعات بالنسبة للمجلس التحدي صعب جدا المطلوب عمل عمل دؤوب وتكاتف نحن حاليا فعلا في أمس الحاجة لتوحيد الكلمة الصحافة الخليجية تمر بمنعطف خطير جدا نظرا لتقلبات الأوضاع في دول منطقة وانتمنى أيضا نشوف القيادات الشابة والطاقات الشابة الصحفية البحرينية تكون مشاركة ولها موقعها في الأمانة العامة كلمات وردت على لسان من أثنوا على نجاحة البحرين وقدرتها في احتضان الجسم الصحفي الخليجي فهي من شهدت تأسيس الاتحاد قبل ما يزيد على 12 عاما وهي من شهدت أيضا ضخ دماء جديدة في جسد اتحاد الصحافة الخليجية الذي يقع على عاتقه فعل الكثير من أجل دول المجلس وشعوبها طبعا هناك مهمات جسيمة على الأمان العامة خلال الفترة المقبلة خاصة في هذا الظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية الأقليمية الخطيرة التي تمر بها المنطقة والتي يجب أن يكون للاتحاد دور فاعل ومؤثر فيها ويكون صاحب كلمة وموقف أبد من توجيه الشكر لأهله والأصحابه في مملكة البحرين على تبنيها لهذا الاتحاد ودعمه وكذلك على دعم الشيخ خليفة بن سلمان رئيس الوزراء وحرصه الكامل على دعم مسيرة هذا الاتحاد واليوم كان في استقبال أعضاء الاتحاد أبد من توجيه الشكر الجزيل لسمه الشيخ خليفة بن سلمان الذي يعتبر هو الأب الروحي لهذا الاتحاد وهو من ساهم في تأسيس هذا الاتحاد وكل الشكر والتقدير أيضا لحكومة وشعب دولة البحرين على استضافة المقر وعلى الدعم المعنوي والمادي الكبير الذي يقدمونه للاتحاد لا شك أن الاجتماع اليوم مهم جدا لأنه فيه تغيير كبير حتى قيادة الاتحاد نفسه وفيه انتخابات جديدة ولا شك أنه فيه دماء جديدة ستخرج بعد هذا الاجتماع اليوم احنا اجتمعنا من أجل اختيار رئيس مجلس الإدارة الجديدة مجلس للاتحاد عوضا عن الأستاذ الكبير الأستاذ الترك السديري وأيضا اختيار رجل أمين عام للاتحاد الصحافة الخليجية للصحافة رسالة ثابتة توجه نحو دفع عجلة التقدم والتنمية المستدامة ومساندة المسيرة الخليجية على طريق التعاون الشامل من البحرين كانت الانطلاق وفي عاصمتها تم الكشف عن هوية هيكل تنظيمي يفعل من جديد عمل اتحاد الصحافة الخليجية باعتباره الركن الآمن الذي تستند عليه شعوب المجلس في استقاء المعلومات الحقيقية لتلفزيون البحرين محمد رشيدات